يا حلوين ازايكم مرة تانية? اهلا بكم في فيديو جديد ومفيد في قناتي. النهاردة فيديو زي في العنوان كده. عن آآ البادي ماست ده من باتن بادي. العطر بتاعه اسمه بينك شيفون. البادي ماست ده نازل في العروض بتاعة باتن بادي الاخيرة. دي عروض اللي هي راس السنة. هتلاقوا تقريبا تلات اربع الحاجات اللي هنا دي عروض نزلة بمية وخمسين جنيه. وبعد الخصم هتوقف عليك بمية واربعين تقريبا. وفيه كمان شحن مجاني وفيه تبديل او الترجيع لو انت عادي ترجع المنتج عادي. كل التفاصيل دي وازاي تشتريه هقولها لك في نهاية الفيديو فتابعيني للاخر. انما دلوقتي احنا هنتكلم بس على البادي ماست ده. ما تنسيش بس قبل ما تبتدي تعملي لايك للفيديو ده. علشان يوصل لأكبر كمية ممكنة من الناس. وكمان تعملي تحت. قولي لي بتستخدمي العطر ده جربتي قبل كده وايه رأيك فيه. وقللنا كمان ايه اكتر عطر بتحبيه. آآ بصوا يا بنات هو ده اسمه تمام? انا هقول لكم طبعا هو ريحته عاملة ازاي انت لما بتشميه وهقول لكم بعد كده هما كتبين عليه ايه في الموقع ان هو مكوناته ايه. بصوا مبدئيا انا اول مرة آآ فتحته خالص يعني اول مرة شميته. حاسيت ان هو ريحته آآ لفندر كده خفيفة قوي. داخل معايا ريحة باودر بس الباودر من بعيد اوي ولكن حاسيت ان اكتر ريحة برزة فيه. هي ريحة وردة خفيفة بس مش ورد مش الورد البلدي. لا لا ورد كده. آآ شبه وردة اللافندر تمام? يعني هو في الغالب هتحس ان هو لفندر مع ورود تانية ولكن نعمة اوي وهدية اوي 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 اوي. هو عطر بصراحة يعني الحكم العام عليه ان هو عطر بنوتاتي اوي. وعطر سنه صغير خالص. يعني البنات المدرسة بنت رايحة درس الحاجات دي البسيطة اللي ممكن تحطها على جزمها وتبقى راحتها مش طلعة. بس في نفس قد راحتها خفيفة كده وبنوتة وهادية. هو العطر بها يبقى حلوة اوي. آآ لو في عندكم اي واحدة تعرفوها صديقتكم قريبتكم آآ بنتك اختك آآ سنها صغير كده وحبت هديها بحاجة راحتها حلوة تقدر يقوي تجيب لها ده هيبقى مناسب يبقى اوي اوي ليها آآ وهيبقى مناسب لطلعتها يعني وخرجاتها ريحت هتبقى لايقى عليها من الاخر. طيب انا قلتلكم اول ما جبته شميت في الريحة دي. ولكن بصراحة مع الوقت بعد الاستخدام استخدمته فترة علشان اقدر اتكلم لكم عنه باستفاضة آآ مع الوقت بقيت اشم في روائح تانية. يعني مع الاستخدام فعلا الحاجة بتبدأ توضح معاك. بقيت اشم في آآ ريحة آآ بمبوني كده. يعني بحس ان البيز بتاعه ريحة كاندي ريحة بمبوني ريحة حاجة كده آآ حلويات فاهمين? بس مش حلويات مش كيك مش مش فانيليا لا لا خالص. اللي هو الجزء اللي هو الخاص بالبمبوني بالآ بالكانديز اللي هي النشفة دي الحاجات اللي هي زي كده. آآ بس الريحة الاساسية اللي واضحة فيها قوي هي ريحة الورد. يعني هي ريحة ورد ناعم مع ريحة آآ كاندي كده في الخلفية. ده اللي انا توصلت له بعد استخدام بقى كزا مرة. تمام كده. لكن اللي مكتوب عليه في في الموقع ان هو متكون من كمترة وياسمين. وآآ ظهرة كده اسمها ظهر التياري. انا معرفش دي رحيتها عاملة ازاي. وآآ فانيليا ومسك. تمام? انا ما شمتش اي حاجة من دول آآ في في العطرة ده. ولكن انا بقول لكم هتشموا ايه? فانتو في الاغلب يا بنات ما تحكموش على الموقع الكاتبو لان الموقع بيكتبوا حاجات حقيقي هي لما بتتمزج يمكن مع بعض بتدي ريحة تانية خالص. فانا بوصف لكم من الاخر انتو هتشموا ايه? مش هتشموا الفانيليا ولا هتشموا المزك. لا لا خلاص فيش كلام ده. انتو تحسوا بريحة ورودة هادية. ونعمة قوي. ممزوجة مع ريحة في الخلفية. لو ما بتفهموش وتحددوا قوي في موضوع العطور ده. هتحسوا انها ريحة وردة هادية قوي قوي. تمام كده? طيب انا من رأيي ان العطر ده ينفع قوي صيفي. آآ وينفع شتوي كمان عادي بس في فترة الصبح مسلا. آآ حاسة زي ما قلت لكم سنه صغير لبنات صغيرة كده تحت العشرين سنة تحت التمنتاشر سنة حاجات كده. آآ كمان يا بنات عايز اتكلم لكم عن نقطة السبات. آآ عيبه بقى الوحيد بصراحة هو نقطة السبات. هو سباته ضعيف قوي قوي قوي. يعني ممكن لو حطتيه مسلا بعد الشاور او كده يقعد معاك يعني مش قادر اقول لكم مش هيكمل ساعة مسلا هتحس ان هو طور ده على الجلد. تمام? فما بقى لكم بالهدوم بقى الهدوم مش هيقعد فيها قصة. اني في بعض الناس بتحب ترش البادي مستع الهدوم. فلا اهو ما بيزبتش تماما. مش هيكمل معاك ساعة واحدة. عايزة كل شوية ترشي ترشي بصراحة. فانا ده السبب الوحيد اللي خليني يقول لكم بعيدوا عنه. لو انتوا حد عايزة جيب حاجة وحطوا فلوس فيها. لا حطوا فلوس في حاجة سابتة اكتر. وانا عملتكم على اكتر من حاجة انا جبتها من قبل كده. سابتة وحلوة وبنفس السعر بالزبط يعني لو هتضوق لو دلوقتي لو انت هتشتروا دلوقتي فوقت التخفضات وعايزين حاجة سابتة. اشتروا باريس امور ده. حلوة قوي قوي اكتر من رائع بصراحة. هو واللي بيحب الشجري يجيب شجر. دول دلوقتي عليهم عروض بنفس سعر دي. آآ وهتلاقيهم على السايت. ودول سابتين. انما بصراحة دي مش سابتة تماما. تمام? بس سريعا كده الباريس امور دي يا بنات. آآ يعني سنها حلو جبير مش صغير. ويعني رحتها بيرفيم قوي. والفلفت شجر دي رحتها سكر صرف كده. سكر على فراولة. تمام? عشان بس يعني سريعا اللي عايز برضو ايه ارشاد كده. آآ طيب آآ زي ما قلتلكم ده كان سعرها مية وخمسين. لو هقول يعني حد يستخدمها تجيبوها او لا بصراحة هي يعني مش اكتر حاجة عجبتني. ولا مش هكررها تاني. ولو هنفح بحد يجيبها. لأ محدش يجيبها الا اللي بيحب روايح النعمة والخفيفة قوي اللي تكاد تكون اصلا مش موجودة. تمام كده? آآ تعالوا بقى اقول لكم طريقة الشراء ازاي? اول حاجة بنات انتو هتفتحوا جوجل عادي هتروحوا لشريت البحس. اللي موجود آآ في جوجل هتكتبوا كلمة مصر. هيجي لكم اول موقع هيظهر لكم هو ده اللي هتخشوا عليه. خشوا على اول الاختيار. بعدين يا بنات هيظهر لكم آآ كلمة اسمها عروض تحت الميت جنيه ده دلوقتي عشان احنا في عروض اخر السنة. آآ هتدوسوا عليها. هيتلع لكم كل الحاجات دي هتلع لكم بينك شيفون. هيتلع لكم انواع كتيرة جدا من اللوشنز. هيتلع لكم دافل فيتشوجر. هيتلع لكم باريس امور. وهيتلع لكم كمان كل دول من اخر عروض شغالة دلوقتي في باث ان بادي. تماما حاجات الباقية دي لأ طبعا دي قديمة ومش موجودة دلوقتي او موجودة يعني ولكن مش عليها عروض تمام? وطبعا يا بنات انا بنصح محدش يجيب باث ان بادي تماما تماما الا لو عليه عروض. ما تحطيش فلوسك ابدا فيه وهو بسعره الاساسي لان الحاجة من دول سعرها الاصلي ربعمائة جنيه. فبصراحة حتى اثبت واحدة فيهم ما تستهلش ربعمائة جنيه مش للدرجات يفاهمين? فلا لو عايزين تجيبوا حاجة من بادي استنوا العروض. آآ هتختاروا يا بنات الحاجة بتاعتكو. هسيب لكم كود خصم بصندوق الوصفة. هتحطوه قبل ما تعملوا على الموقع. هيديكم خصم على اللي انتو حطينه تقريبا عشرة جنيه على كل قطعة تقريبا. آآ عايز اقول لكم ان هما بيوصلوا لكل حتة في مصر. وكمان آآ عندهم آآ ترجيع يعني آآ ارجاع للمنتج. لو انت جنبك اي فرع بتروح يترجع المنتج بالفاتورة اللي جالك بيها لحد باب البيت. وعايز اقول لكم برضو ان هما عندهم شحن مجاني فوق ربعمائة جنيه. تمام كده? عايز اقول بقى نقطة معلومة صغيرة قبل ما اقفل ان في فيديو اللي جاي. بعد الفيديو ده هينزل عبارة عن فيديو سريع. وملخص لكل اي حاجة جربتها هتلاقوها طلعة بالفيديو هتكلم عنها سريعا كده للناس اللي بتحب المكتطفات السريعة وبتزهق من البديوات الطويلة. فتابعوا الفيديو الجاي عشان هتستفادوا جدا جدا ولو هتحب تجيبي حاجة اكيد الفيديو ده هيفيدك جدا. هنتكلم عن كل حاجة صعبات وريحة وصفي ولا شتوي وينفع سن ايه حاجات الرجال ايه الحاجات البنات ايه كل حاجة هنتكلم عنها. فتابعوا الفيديو ده وتابعوا الخناة اعملوا اشتراك عشان يوصل لكم الفيديو الجديد ده بكل تأكيد. شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ما تنسوش اللايك مع السلام.